تعتبر انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر أولى مراحل استكمال بناء النظام السياسي والمؤسستي للامركزية عبر تركيز المجالس المنتخبة بدءا بالمحلية وصولا للمجلس الوطني للجهة والأقليم ويتزمن بدء ممارسة هذه المجالس صلاحياتها يتزمن مع تنفيذ مخطط تنموي لسنة 23-25-2000 ووضع برامج تنموية استراتيجية تترجمها توجهات الدولة ضمن رؤية تونس في أفق 35-2000 رؤية يعتبر دعم شبكة الطرقات فيها أساسا لتحقيق تنمية دمجة تدعم توجهات لا مركزية تتم في هذا الإطار لمزيد ربط مختلف ولايات الإقليم أولا التركيز على البنية الأساسية وذلك بإنجاز ما يسمى بالطرقات السريعة العربية لباش تربط غرب البلاد بشرق البلاد وبذلك تمكن من ربط الولايات على غيران الطريق الوطني رقم 13 لانتنطلق من القسرين تربط بسيدي بوزيت ثم مصفاقس كذلك عن الطريق الوطني رقم 2 اللي هي باش تربط من الفيضة حتى المدينة القروان وستصبح طريق سريع دونك بالعمل باش يرتكز بالأساس على تهيئة البنية الأساسية ومزيد الربط والتكامل بين مختلف ولايات الجمهورية وخاصة مختلف الولايات الموجودة في نفس الإقليم تعصير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية وفق مثال تهيئة متناسق وربط المناطق الداخلية بالمراكز الحضرية للمدن الكبرى والموانئ عبر توسيع شبكات الطرقات السيارة والطرقات السريعة وشبكة السكك الحديدية هو أحد مرتكزات رؤية التنمية للسنوات القادمة تضمن المخطط التنموي الحالي بعضا من مشاريعها بعضها قيد الإنجاز والبعض الآخر في مرحلة الدراسات مشاريع المدرجة سواء في ميزانية الدولة لسنة 23 أو منها ما هو مبرمج في ميزانية 24 وبقية المشاريع بطبيعة الحالة المدرجة في طار المخطط سيتم العمل على إدراجها في ميزانية الدولة لسنة 25 وهذه بالأساس كما قلت لك هي عنا العديد من المشاريع البنية الأساسية لمحالة هناك الدراسات مثلا بالنسبة للطريقة الوطنية رقم 13 الدراسات جاهزة وسيتم الشروع في الانطلاق في إنجازها سنة 23 عنا كذلك ما ننسوش الطريق السيارة اللي باش تنطلق من تونس وباش تربط الوسط الغربي والجنوب الغربي وهي طريق السيارة في قصة الذي سيشرح في إنجازه والذي سيربط تونس بجلمة على طول 188 كم مشاريع السكة الحديدية ستكون بدورها محملة التنمية وسيتم تعزيزها في مختلف أقاليب البلاد أبرى وضع عدد من المشاريع المبرمجة وأخرى ستتضح رؤيتها مع ممارسة المجالس المنتخبة لصلاحيتها مثلا على غرار السكة الحديدية ولا إعادة تهيل السكة الحديدية اللي هي تنطلق من سوسا وبتربط بولاية القروان ثم ولاية القسرين وكذلك ربط الولايات الطريق الوطنية رقم 16 اللي تربط ولاية جابس بكل من ولايتي جبلة وتوسر كذلك عندنا الدراسة اللي هي بصد الإنجاز لتخص إعادة تهيل السكة الحديدية اللي باش تربط عندنا السكة الحديدية لتربط الكاف بالقسرين أو السكة الحديدية لباش تنطلق من سوسا مرورا بالقروان إلى ولاية القسرين تعزيز شبكة الطرقات ووسائل النقل عبر مشاريع كبرى هو أحد أعمدة التنمية الجهوية في تونس التي ستسمح بالاستثمار في منظومات اقتصادية جهوية وإقليمية على قاعدة التنوع والتكامل ترجمة نانسي قنقر